اشتركوا في القناة متبحرون وقد نسينا حوتنا ان الرجوع الى الوراء مغامرة فالموت اجمل حين يأتي بعد مرحلتين من جوع يمد اظافرة ورغيف خبز لا يصالح قاتلا يكفي لتشتعل المعاني الشاعرة من رقصة الطور التي جربتها علمت معنى ان تحب ولم تره من علقت عيناه في استاره لا كالذي بالحجر علق اكثره من لم يعيش للقدس عاش لقيصر هي قيصري كل يبايع قيصره لم يبتكر سكين مطبخه سوى من باع اوله لها واواخره القدس سجدة مطمئن فاقترب هي اول وهي الجنان الاخرة كل الولاة يعلمون شعوبهم ان الحياة بلا حياة خاسرة وعن الذي علمت كل قصائدي ان الكتابة للولاة مقامرة لم يستطيعوا ان يعيشوا موتنا او ان يعدوا للحياة مفاخرة لم تستطع كل البنادق يا ابي ان تنسي الاطفال وقت مظاهرة الحب ان تبني ببيتك بيتها وتموت حتى لا تباع القاهرة وتذوب في بغداد مثل قصيدة عزرية المعنى بتولا طاهرة وترد عن صنعاء خنجر آية قد عمدتها كف كسر الماكرة وتكون حيث القدس كانت واقفا وتدور حيث القدس كانت دائرة هب ان كل الارض صارت خصمنا من قال ان الشام صارت عاقرة شكرا لطفل لم يعاصرنا ولم يعرف نعم شكرا لدون العاشرة شكرا لدرويش القصيدة لم يدع سرج الحصان ولم يودع شاعرة حاصر حصارك كل صبح فيه من علق الطفولة الف عين ساهرة تبقى العيون طليقة حتى وان حاصرتها عينك انت محاصرة ما تحت كل رغيف خبز يابس طفل يعد مع النجوم طمائرة طفل يخبئ فوق كل سقيفة من غيمة اليرموك روحا ماطرة لن تشبع الدنيا وفيها جائع ومخيم سجنته ألف مؤامرة وستشبع الدنيا إذا حر أبى خبزا غريبا لا يعز حرائرة اشتركوا في القناة